اشتركوا في القناة وعلى آله وأصحابه الطهر الميامين وعلى من اهتدى بهده إلى يوم القيامة والدين فأما بعد أوصيكم ونفسي الخاطئة الخطاعة بتقوى الله عز وجل وكثرة مقافته حيث أمرنا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هناك في الإشلام ما هو ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان والأعراف والعادات والأجيال والحضارات أصول العقائد لا تتغير الإيمان بالله وحده وبرسوله والرسول أجمعين وبالكتب وباليوم الآخر هذه أصول العقائد اتفق عليها الشيعة والسنة والخوارج والمعتزلة اتفق عليها أهل القبلة هذه أمور لا تتغير وهي مهمة جدا وتكفي الإنسان وتجعل منه مؤمنا دون أن يدخل في التفاصيل يستوي في هذه العقائد العالم والجاهل فالله واحد رحيم عدل هذا يمكن أن يفهمه كل إنسان عقائد بسيطة في متناول كل إنسان رجلاً كان أو امرأة فالناس يتساوون أمام هذه العقائد البسيطة ثم ما وراء هذه العقائد عقائد تسمى عقائد فرعية اختلف فيها العلماء لأن حتى في العقائد فيها أصول مجمع عليها وفيها فرع اختلف العلماء فيها الأشاعر والماتوريدية والحنابلة والمعتزلة والخوارج حتى أهل السنة اختلفوا فيها الماتوريدية والأشعارية والحنابلة جميعاً من أهل السنة لم يتفقوا على كثير من فرع العقائد التي في الحقيقة لا أطر لها كثير أو جدير في العمل يكفي الإنسان أن يؤمن بأن الله واحد يراه وأن الله معه حيث ما كان وأن مرده سيكون إلى الله وأن الله سيحاسب على الخير والشر هذا يكفي بأن يكون متقياً لأن التفاصيل في العقائد لا تزيد في الإيمان بل قد تشوش عليه ومن الأمور الأخرى الثابتة التي يجتمع عليها كل المسلمين على مد العصور والعراف والعادات والأجناس هي العبادات المحضة أركان الإسلام شيعة سنة معتزلة خوارج كيفما كانت العقيدة لهؤلاء المسلمين اتفقوا على أن القبلة واحدة وأن القرآن واحد وأن السنة هي المرجع واتفقوا على أن الصلوات خمس وأن الصوم يكون في شهر رمضان وأن الحج يكون إلى الكعبة هذا الأمر لا يتغير لأنه حق لله هذا حق لله الصلاة لله والصيام لله والحج لله حتى الزكاة بعضهم يعتبرها من المعاملات لأنها هي حق الفقير فأدخلها في المعاملات هذه الأمور لا تتغير مدام المسلم له هذا الاعتقاد ويقوم بهذه العبادات فهو مسلم مطبق لأنه يطبق أركان الإسلام وهي أعظم ما في الإسلام إنسان الله يوصلي ثم يبحث في شروط العقود يقولك بنتزوج حلال يوصل لي حلال بعدك يعني مخلي الفضل ويقلب على رسلمان المسلم يكون بالعقيدة وبالعبادة وقد يلتزم بالمعاملة أو لقد لا يلتزم بها على حسب خطورة الموضوع في المعاملات ثم هناك أمور أخرى لا تتغير هي أصول الأخلاق أن لا تكذب أن تكون صادقا أن تحب الخير للناس لن تجد فقيها واحدا يقول لك اكره الناس أو احسد الناس أو اظلم الناس فكيش عالم يقول لك شمت الناس كذب على الناس هذه أخلاق اتفق عليها المسلمون وغير المسلمين هذه أخلاق إنسانية جاء الإسلام فأقرها العدل كان مفهوما عنده حتى المشركين أن تكرم الإنسان أن ترحم الناس أن لا تتصرف في أموال الناس ودمائهم وعراضهم من غير إذن هذه أخلاق كونية أوضعها الله في الإنسانية فجاء الوحي فأقرها ثم وقع الاختلاف بعد ذلك في تفاصيل الأحكام كيف يترجم العدل في بيئة معينة كيف تحقق المساواة في العقود والالتزامات في بيئة معينة مجتمع معين وهذا الذي يفصل اختلاف الفقهة لأن اختلاف الفقهة من شأه سببان في المنهجية لأن العلماء قد يختلفوا في المنهجية أو الأبستيمولوجية لأن قراءة النصوص تقتضي مذهبا أو نظرية لأن في النصوص تجد الشيء وفي بعض الأحيان تجد الشيء وضده كيف ترجح كيف تجمع بين النصوص هذا علم ولكل عالم منهجيته فاختلفت المنهجية وبالتالي اختلفت الأحكام خاصة في عقود الزواج الذي يهمنا هنا منهم من اشترت الولي ومنهم من لم يشترت الولي منهم من اشترت الشهود ومنهم من لم يشترت على حسب المذاهب وعلى حسب تصحيح وتضعيف النصوص ما يعتبر هذا العالم حديثا صحيحا قد لا يعتبره الآخر صحيحا كحديث لا زواج إلا بولي هذا الحديث بالنسبة لأبي حنيفة حديث ضعيف ولذلك لا يشترط الولي للمرأة كشرط للزواج بخلاف المالكية وغيره من الفقهاء فإذا اختلاف الأحكام باختلاف المنهجية كذلك تختلف الأحكام باختلاف البيئات والأعراف والأجيال والحضارات والثقافات فلا ينكر تغير الأحكام بتغير العصور والأزمان هذه قاعدة أصولية لا ينبغي أن ينكر عالم على عالم مع تفاوت البيئات والثقافات لأن كل إنسان يدخل العرف أو كل فقيه أو عالم إذا أرد أن يفتي بحكم أو يبلور حكما يدخل العرف لأن العادة شريعة محكمة بل قيل المعروف عرفا كالمشروط شرطا إذا دخلت إلى بيئة والناس عندهم هذا العرف ينبغي أن تحترمه كما أقر القرآن العرب على أعرافهم كثير من أحكام القرآن والسنة كانت تحتكم إلى أعراف العرب أنذاك هذه قاعدة أصلا القرآن كمنهجية لنا كي نتعامل مع بيئتنا فإذا تغيرت البيئة والعرف العقلية ينبغي أن يتغير الحكم لا أصله الأصل أصل الحكم لا يتغير العدل الإحسان المساواة هذه أصول تترجم في بيئة معينة العقلية تتغير ثقافة البيئة تتغير وهكذا كذلك عقود الزواج علاقة الرجل بالمرأة لأن موضوعنا دائما هو المساواة بين الرجل والمرأة والمساواة بين الرجل والمرأة في عقد الزواج وذكرنا أن للرجل أن يشترط لأنه عقد وللمرأة أيضا أن تشترط لأن حقوق العباد المعاملة حق العباد بعضهم على بعض بخلاف الصلاة والصيام والعج هو حق لله أما التجارة والسلم والحرب والزواج والطلاق والسائل العقود فهذه حقوق العباد على العباد والعقد مهم جدا والقاعدة فيه الوفاء بالعقد أو فو بالعقود لا يلزمك أحد أن تتزوج ولا يلزم أحد أن تقبل شرطا آخر أنت حر الرجل حر والمرأة أيضا خلقها الله حرة كالرجل ذكرنا أن الرجل والمرأة في عين الله على حد سواء الرجل مسؤول والمرأة أيضا مسؤولة المرأة يوم القيامة لن تأتي عند الله وتقول والله زوجي أو ابني أو لا سيشعلك عن مسؤوليتك كلكم مسؤول وكل راعي مسؤول مسؤول عن راعيتي على حسب المسؤولية وهذه المسؤولية تؤدى في بيئة من البيئات تحترم وتعتبر كلكم راعي وكل راعي مسؤول عن راعيتي كما جاء في البخاري فالرجل راعي وهو مسؤول راعي في بيئة على أهله مسؤول على راعيتي والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها وكلكم إلى آخر الحديث وكلكم راع وكل راعي مسؤول عن راعيتي إلا أن هذه الوظائف تتغير بحسب الميئات وظيفة الرجل ووظيفة المرأة وتخضعه إلى عرف أيضا وخلاف ما يعتقده كثير من الناس يظنون أن وظيفة المرأة في البيت أن تشتغل عند الرجل كأنه اشترى عبدا يعني الزواج كأنه عقد الاشترى عبد يخدمه المرأة عبدة لله أما تل لله لا تعبد إلا الله وتحترم الشرط إذا اشترت وقبلت بنوع من أنواع الزواج فعليه أن تحترم ذلك العقد وكذلك الرجل لكن عند العربي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت النساء اللاء يسمين بالحرائر كن لا يشتغلن في البيت جارية لدوميستيك كان عنهم لدوميستيك المرأة كانت الحرة لا تشتغل في البيت بل جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهل بيته كان عندما يدخلوا البيت يخصفوا النعل وينظفوا الثوب ويحلوا بشات ويخدموا نفسه لا يقرأ الجرنال ولمرة قاعدة في الفران كتطيب لين الخبز هذه عادته أعرف لا تدخلوا في الإسلام قولوا أنا أريد أن ندخل الدار ونقعد قدام التليفزيون كل مرأة تنقلية الدفار درجلي إلا هي قبلت سعداتك إلا تزوجتي مع عشر ما تقولين أنت لتنقلية الدفار حسنا أنت لتنقلية الدفار ديالها يعني هذا المثال في الحقيقة بسيط لكن بعد الأسر سيعقلوا عن الخطب ويقوموا عن الدفار والفاهم يفهم يجب أن تفهموا المعنى الذي ينبغي أن تفهموا القصد من الكلام لا أن تقفوا على بعض الأنفاذ وبعض النكت كذلك نقول نحن الفاهم يفهم واحد بعد الأخطاء يسمع من الخطبات يسمع من الفلاير كل موحدة لا يبقى يسمع أول وإنه يتسد يسمع الخطبات من أول إلى آخر وكمل من عقلك نجد أن نقول الإنسان يكمل من عقله حتى القرآن التي تقرأ تكمل من العقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يدخلوا بيته كان يكون في مهنتي لكن يقول لك والله يعني كنت مع المهاجرين والأنصار والمشركين وتعبوني وعيوني غالي ندخل للدار ونرتاح شوية نضرب عليها كاس بالقهوة ونقد يدخل للدار كي يخدم صلى الله عليه وسلم لما كان يأمر نساءه أن يخدم منه كيناشا بل هو كان يخدم النساء فإذا الوظائف في البيت تخضع إلى قيمة الرجل وقيمة المرأة وأخلاق الرجل وأخلاق المرأة والبيئة أيضا والشرط هو شريعة المتعاقدين إذا كان العرف في بعض الأخلاق العرف يكون أقوى من الشرط البيئة معينة كما قال الحنابلة إذا كان العرف أن لا يتزوج الرجل على أكثر من زوجة فيحرم عليه أن يتزوج أكثر من زوجة العرف هو لا يحرم عليه أدخلت إلى البيئة الناس كيتزوجه غير المونغا هذا المونغا ميدو فيا لا فلوغ نغماتيف عنده حنابلة هذا تحتاج إلى شرط أصلا فإذا تزوج الرجل عن قوم يكرهون التعدد بطل الزواج الثاني وفسد عندهم هذه هي قومة الإسلام أنه يتعامل مع البيئات مجيش لديه واحد البيئة بعقلية بيئة أخرى هذه كونية الإسلام وعظمة الإسلام أنه كان يراعي الأعراف والعقليات وكان يتعقلم الإسلام يتعقلم مع الأعراف والعادات فعادات صين ليست عادات أمريكا وليست عادات فرنسا أنت في فرنسا لها تاريخ وعادات وثقافة لا ينبغي أن تأتي كأن شيئا لم يكن لا أنت بالإسلام وبالعراف وبالتقاليد وكذا وتريد أن تفرد على مجتمع عرفا قد لا يتلعب معه وهذا الذي أسميه تثقيف الإسلام لكن تغسيون الإسلام أن نأخذ زوهر الإسلام عقائده الثابتة عباداته الثابتة وأخلاقه أخلاقه الكونية عفوا ثم نؤقلم الأحكام الشرعية حتى تتوالم مع عقلية الأبناء وأبناء الأبناء والأحفاد لأن الحضارة قد أثرت فيهم أيما تأثير وهذا شيء طبيعي أن الإنسان يتأثر ببيئاته هذا ليس عيب أنه الإنسان يتأقلم مع بيئتي تقول لك لا نحن أولينا فرنسي وعلى الفرنسية كفر كفرية جنسية ثقافة تاريخ لا يكرهك أحد على الكفر ولا أن تترك إسلامك لكن عليك أن أن تختار عندك اختيارات لا تأتي بكل شيء وتريد أن تلتزم به وقد لا يمكن لك حتى أن تبلغه لأبنائك وأبناء أبنائك يوم يعيشون في عالم آخر عالمك ليس هو عالم أبنائك شيء طبيعي في بعض الحياة نريد أن نلزم أبنائنا بعرفنا وثقافتنا وهذا حيف وظلو مما يجعل كثير من أبنائنا ينفرون من الإسلام ومن تقاليد الآباء لأنهم يظنون أن تقاليد الآباء هي الإسلام نفسه فعند الزواج يشترط الرجل وتشترط المرأة بل ذهب المالكية إلى مبدأ التمليك المعروف أن الطلاق بيد الرجل الطلاق بيد الرجل هذا هو المعروف والخلع بيد المرأة المالكية زادوا مفهوما آخر وهو التمليك يعني أن تملك المرأة حق التطليق يعني تقول لك أرى في بلادنا سيتزوج معك رك عجبتني الله عمرها دارم زيان كذا ولكن الدنيا والزمان هذا مشترط عليك أن يكون طلق بيدي إذا أنت تبغيها و تموت عليها تقول لها يا مدام غلبتني عنطرتك تختار لا يكرهك أحد أن تملك زوجتك الاستفراد بالطلاق لا أحد يجبرك وإذا قبلت ذلك طواعية منك لازمك هي الحرية والمسؤولية ما جيش باسم الإسلام هذا هو الذي أريد أن ألمح إليه لا ينبغي أن نقحم الإسلام في كل شروطنا وعقودنا وحتى في تربية أبنائنا أحرم عليك هذا والله قال لك هذا يا أخوي أقول هذا العرف ديلي لنشرت هذا الأمر حتى إذا أخطعت أنت فأنت الذي أخطعت لا الإسلام حتى إذا كره الأبناء أخلاقنا لم يكره الإسلام فبعض الناس يظنوا بأنه يريد أن يفرض السلطان ديالعلوم باسم الدين يقول الله قال ويجب لك الحاديث ويجب لك الآية وكذا ويتعصف ويلوي عنق الآيات والأحاديث لي ويحرف ويطوع الإسلام إلى هواه فلابد أن تقوم ركائز الزواج على أمور واضحة من أول يوم لا أحد يكره أحد ولكن إذا التزم الرجل المرأة على فلسفة فلسفة الزواج متكاملة وبالتالي عليهما أن يحترما هذا العقد أما الوظائف فالإسلام أرجع ذلك إلى أعراف الناس هناك كذلك من الأفكار التي نبغي أن نعالجها أفكار خاطئة أن تربية الأولاد موكولة للنساء الأم هي التي تربي كيف يقولون لنا نعلمونها في المدرسة أن المرأة نعدها فقط لتخدم زوجها وتبقى في بيتها وتربي أولادها وأدخلنا هذه الأكذوبة في العقيدة وفي الشريعة التربية موكولة إلى الرجل والمرأة وإلى المجتمع وإلى المعلم وإلى الأستاذ تربيارة منظومة متكاملة يعني المرأة يكفيها أنها أنجبت يصير ولد أنت يعني خسات ولده تربي ومتشكت تدير تلقته خفيف وإلى أستقبلته خفيف هذا كان نوع من الظلم لابد المسؤولة أن تكون موزعة قسمة عادلة إلا أن تختار المرأة أو يختار الرجل شيئا يتكفل به قد يقول لك الرجلة شوفي هاد الولاد هذو ما تقدريش عليهم لضعف وكذا كذا أنا قد يقول لها بالطبيعي دي لهم بدي لهم ليكوش وانا بدي لهم كذا وانا كده ما في عائب يقول لك كيف هاشالين نبدي لكوش لولادي كيف هاشالين نوكله ونعطيه للسوب يعني كي يعتبر كثير من الناس إهانة للرجولية وللذكورية يوش هاد الذكورية هاد فرعونية هاد بالعكس الرجل سيكون المفرد لو كان الرجل بالمعقول سيكون أكثر خدمة لأهل أن يتفوق على زوجته بالخدمة وفي ذلك فليتنافسه المتنافسون هنا التنافس في الأخلاق إن أفضل خير الناس أنفعهم للناس ذك المرأة كانت تخدم في البيت رحنا كنا عندنا أزواج وعندنا بنات وكي نشوفهم كي يخدموا بالرأة وكي يخدموا للدخل يعني هل لا ينبغي علينا أن نحس بنوع من الإحساس بالمسؤولية وهذا واقع حتى على جميع المجتمعات المتقدمة أول ضحية هذا التقدم هي المرأة لأنها تطالب الآن بوظيفتين وظيفة في الشركة أو في العمل ووظيفة في البيت فلا راحة لها هي التي ستؤدي الثمن بعداً لأن غالباً الرجال لا يتغيرون الرجل الرجل دي القرون الوسطى والرجل دي الأهل لا تتبتل في وينه دائما كيشوف المرأة ناقصة ولو عندها باك بلس فا كيشوف المرأة بحال تحت من صبات دياله هذه أقليارة ظالمة لأن هذه المرأة أمك أختك زوجة وأنت ترى نرى ذلك في أبنائنا وبناتنا البنات أكثر تفوقاً تفوقاً من الذكور كثيراً في المدرسة في بعض الحالات أكثر من الذكور فلا بد أن كما ذكرت أن أول ما ينبغي أن نبدأ به أن نغير نظرتنا للمرأة وكذلك المرأة عليها أن تغير نظرتها للرجل لأن كثير من النساء يرون في الرجال كشباء يريدون أن ينقضوا عليهم عندما ترى الرجل كأنه بخداتور لا يفكر إلا في الجنس والسطو هذه كذلك إهانة للرجل ينبغي أن نخرج من هذه العقلية الاختزالية التي تختزل الرجل في منظومة وتختزل المرأة في منظومة مع أن في العقيدة الإسلامية كل إنسان مسؤول عن تصرفه الفرد لا يحكم على الناس بالجماعات يوم القيامة لن يحشر الناس لن يحاسب الناس بالجماعات وإنما بالأفراد فعلينا أن نتعلم أن نحكم على الرجل والمرأة كفرد مستقل لا على عقائد مجملة أو شمولية هذا هو اللي يتعب كثير من الناس أولا الرجل يشوف المرأة يشوفها غير غير شيء يعني للاستمتاع فقط وهذه إهانة الذي عنده مثال الفكرة ينبغي أن يتوب إلى الله كانت المرأة كافرة عن مسلمة فكرامة المرأة ينبغي أن تصان كذلك الرجل نظرة المرأة للرجل ينبغي أن تكون نظرة احترام أيضا وأن لا ترى فيه كأنه مهلوس بالجنس هذا ظلم من الناحيتين فلابد من العدل في قضية الاعتقاد والنظرة ولو أن الظلم نازل على النساء أكثر من الرجال ولا يماري في ذلك إلا مفتري لأن تبقى النساء ضعيفات هذا حتى في فرنسا وفي أمريكا تبقى دائما المرأة مهيما عليها بطريقة أو أخرى فلا ينبغي لمن يعتبر نفسه قويا أن يعتدي على من يعتبر أنه ضعيف بالعكس كلما اعتبرت الآخر أضعف منك كلما كانت عليك مسؤولية ولذلك جاء القرآن والسنة يوصيان الرجال بالنساء آخر آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يستوصوا بالنساء خيرا يستوصوا بالنساء كالفقير كالغريب كالمرأة كل هذه الشرائح المجتمعية التي هي رهيثة الإميقرات الهندكابة الفام الإترانجي يستوصوا بالنساء خيرا ينبغي أن نعطي لهذه الشرائح أكثر من انتباه وأن نوليهم أكثر من اهتمام وأن نعطي لهؤلاء الحقوق لأنه القوي والذي يعطي الحق لمن يعتبره ضعيفا وهنا ينبغي أن يكون العدل لكن في الأصل أن الله عز وجل بالنسبة إليه الرجل والمرأة لا يتفاوتان إلا بالتقوى هذا ينبغي أن ندخله في أداننا ميزاننا شيء وميزان الله شيء آخر وعلينا أن نرجح ميزان الله على ميزان البشر أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم ودعو الله وأنتم مقنون بإجابة شكرا